تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية قررت وزارة الداخلية استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام كما قررت وزارة الداخلية مدى فترة عمل الشوادر والتنصيق مع السلسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شعر يونيو تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجاري فقد تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها السابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري تخفيفا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الأحداث على الساحة الدولية وتشهد منافذ أمان وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع السلع كما تتسم بجودة عالية والانتشار الكبير لمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية كما تقرر بمناسبة عيد الفطر المبارك استمرر فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من شهر يونيو القادم لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والتي تقترب من ألف فرع وقد حققت المبادرة نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في تخفيض الأسعار نحب نطمن المستهلك أن المبادرة ممدودة معنا بكل الكميات ومش عايزين الناس تقلق إحنا بنبعت رسائل طمأنينة أن كل المنتجات موجودة وبأسعار مناسبة وفي بعض المنتجات بتوصل إلى 60 كلمات بصراحة أنا كنت نازلة شريح حاجات للوالدتي والأسرة عندنا ولقيت أن في تخفيض في الأسعار كبير جدا وفرق أسعار يعني أنا لما كنت حاسب لقيت أن فيه فرق أسعار كبير كل العالم ترتفاع شديد في الأسعار تيجي مبادرة زي دي في وقت زي دا بصراحة خففت كثير عن المصريين أسعار كلها في متناول الجميع تخفضات 30-40% حاجات جميلة في متناول الجميع نشكر فخامة الرئيس على المبادرة دي تخففت عن الناس كثير استفاد المواطنون من التخفضات في شراء متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة مع وفرة معروض من كافة أنواع السلع والتي تتسم بجودة عالية وهو ما أشاد به وبحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عنهم مهما كانت الظروف والمتغيرات التي قد تؤثر على الأسعار هي المبادرة بصراحة جميلة فيها خاصة من 30-40% الحاجات جميلة جدا في زل الأسعار اللي احنا شايفونها العالمية ديت فتعتبر حاجة كويسة جدا يعني والله هي حاجة كويسة وريد تستمر السنة كلها بحيث أنها تزمت بردك في السوق بره أفضل وأفضل السعر طبعا في المبادرة مختلف عن بره أكيد يعني ألف السعر طبعا شيء جميل جدا أنك تلاقي كل حاجة في مكان واحد وتكلف السعر طبعا خلينا الرئيس نشكر سيادة الرئيس بنشكر بنشكره عن مبادرة دي ودائما حاسس بالناس المبادرة انتشرت فعلياتها وامتدت على مستوى الجمهورية بكل المحافظات بتنصيق بين مدريات الأمن وكبار الموردين والتجار بكل محافظة وهو من عكس على وفرة المعروض في السلاسل التجارية والشوادر المقامة لهذا الغرض وقد حرصت الوزارة على توضيح عنوين السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة في المبادرة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل الوصول إليها عطاء متجدد من مبادرة كلنا واحد وفعالية كبيرة حققتها منذ انطلاقها نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ويظهر تأثيرها واضحا في المناسبات المختلفة التي تتزامن مع إطلاقها لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة مع تأكيد على استمراريتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين لقد أسهمت مبادرة كلنا واحد في تخفيض أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بنسب كبيرة وتحقيق وفرة كبيرة في المعروض وهو الهدف الذي من أجله أطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة برعاية رئيس الجمهورية توفير السلع بأسعار مخفضة من أجل رافع الأعباء عن كاهل المواطنين عبدالله بركات التلفزيون المصري